طب ماشي يا شباب هنبدأ ان شاء الله بقى ناخد من الملف كده اهم الحاجات اللي ممكن تيجي برضو مع بعض كده اول حاجة معانا الحاجة اسمها باي مانوال اجزامينيشن من اسمها باي مانوال يعني بيستخدم بداية اثنين عشو نعمل اجزامينيشن لو في اي ماس او اي حاجة بقدر اشوفه يبقى الاستخدامات بتاعتها ايه والله لو فيه اوفيريان ماس ولا حاجة لو فيه ترايم فيبرويد او اندوتويروز بعي ماس ممكن احسها بالبي منوال اجزامينيشن تمام كده ماشي ضب فيه صورة تانية بردو البي منوال اجزاميليشن قال يقدامنا هو ايد كده وايد كده ل jur احس لو فيه ايا ماس او اي مشكلة تمام ده اسمو ايه طب عادي حاجة تانية اسمها ايه اسمها باي مانوال كومبريشن طب ايه ب테 القلب باي مانوال كومبريشن ده والله باستخدم قبضة ايدي كده دخلاها من هنا بردو عشان لو فيه بوست بارتم همريج لو فيه أتونيك همريج ولا حاجة بعد الولادة اقدر اقف بايمانال كومبريشن ده الانديكيشن بتاعه اللي هو بوست بارتم همريج اللي هو الأتونيك همريج عشان لو فيه اي مشكلة اقدر اوقف البليدينج ده تمام كده ماشي ماشي نخش بعد كده على حاجة اسمها الايه الأشورمان سندروم عبار عن ايه بقى الأشورمان سندروم ده قلقوا ببساطة بعد مثلا لو عملت عملية دي اندسي اللي هو كحت كده اليوترس بعد كده هيبدأ يحصل فيبروزيس ويحصل تساقات تبدأ كده بقى الجدور بتاع اليوترس كده يلزق في بعضه وبالتالي مش هيحصل هيبقى فيه أمينورية تمام وبرده ممكن يحصل إنفرتيلتي الجنين مش هيرفة تزرع في بطنط الرحب فيحصل إنفرتيلتي تمام كده يبقى الكلينكال بريزنتيشن والله هي أول حاجة سكندري أمينورية ممكن برضه يجي بإنفرتيلتي طبعا لو حصل بقى بعد كده بريجنانسي هيحصل هيبقى الابورش يبقى دي كلينكال بريزنتيشن اللي بتجي بها حاجة الأشرمان طب ممكن يسألك يقول لك إيه العلاج بتاع الأشرمان قال لك والله هو فيه هنا أدهيجن ستخش بالهيسترسكوب تعمل أدهيين و ليسز دي أول حاجة طب إيه تاني قال لك برضه ممكن تعمل تحط فوليس كاستر عشان تتجنب لو حصل أي أدهيجنز تانية طب إيه ثلاث حاجة قال لك ثلاث حاجة تتدي بقى سايكلك إستروجين و برجستيرون تبقى رعات عالية عشان تبدأ تعمل نيو اندومتريا يبقى العلاج ثلاث حاجات كاستر و أدينولايسيز و إستروجين أندو برجستيرون نخش بعد كده على حاجة اسمها برسولين أبسيس أو برسولين سيست ده برعا عن إيه والله فيه هنا جلان على جانباء الفجينا كده تمام الجلان دي حصل فيها تبديها تعالجها إزاي والله زيها زي أي أبسيس هتدي بينكيلر وتعمل إنسيجن وتفضي و درينيج تمام كده وتدي طبعا أنت باعتك في الأخ يبقى ده علاج البرثولين أبسيس أو سيست نشوف لها صور تانية برضو أدي برضو صورة تانية هي برضو عجانباء الفجينا كده البرثولين جلاند اللي هي هنا حصل فيها أبسيس تمام هنا بقى شوية أسئلة الأعراض اللي ممكن تيجي بها البرثولين أبسيس ممكن تقولها من دماغها طبعا دي أبسيس فأكده هيبقى فيه فيفر تمام طب هيطلع في الجزء ده هيبقى فيه إيه مشاكل في التعامل مع الأنشطة اليومية زي إيه هتلاقي مثلا فيه صعوبة في المشي صعوبة في الأعاد برضو هتلاقي فيه ديسبرونيا تمام كده تمام إيه برضو رابح حاجة مثلا ممكن تلاقي فجانالتشارج يبقى كده السمتومز اللي ممكن تيجي بها نحن قلنا تريتمن طبعا هتعمل درينج وتدي أنتبيوتك وممكن تدي بين كدر ولا حاجة وممكن تعمل سيدس باطس باطس ماشا كده بقى دي البرثولين أبسيس دي برضو صورة تالتة لها هي دي البرثولين سيست أو برثولين أبسيس نخش بعد كده على الفايبرويد طبعا الفايبرويد كلنا عارفينه عبارة عن إيه كور كده أو فيبروزيس فده ساب ميوكس لأنه في اتجاه اليوترس لجوه ماشي دوت تبدوها تقالك بدان كريتد ليه بدان كريتد عشان فيه عنق كده وطبعا بقى لازم تبقى عارف أنواعه زي هواق بقى ساب ميوكس ساب سيروس اللي بقى يكون في اتجاه بره كده بره اليوترس وتبقى عارف طبعا الكمبيليكيشن والتريت منتو الحاجات اللي كلها في النظر دي عندنا برضو كم سورة تانية لفايبرويد ممكن نشوفهم مع بعض ماشي عدي هنا هوا مسلا ده فيبرويد بعد ما انشال ودي برضو سور لكذا فيبرويد يتشالوا مع بعض مره احدى تمام كده يبقى ده الفايبرويد اللي معانا هنخش بقى بعد كده على شوية أنوماليز اللي ممكن تحصل في البلاسينت سابة أنوماليز أو أي مشاكل اللي ممكن تحصل يعني أول حاجة معانا الأبرابشو بلاسينت إيه بقى الأبرابشو بلاسينت دي البلاسينت حصل فيها رابشن رابشار فإيه فهتدم تجمع كده أو ممكن ينزل على طول لو الربشار تحت كده فممكن ينزل على طول أو ممكن يتجمع كده ويدعف اليوترس فأعمل حاجة اسمها في اليوترس طبعا دي استؤال اللي جات في الكيس طبعا احنا مفروض كنا مذكرينها من نظري وهعرفينها كويس سابة بعد سألك سألك في الريسك فاكتور سألك في المانيشمنت سألك في كلينكالبكيتشار في أي حاجة هتقدر تجاوب عن الأبرابشو بلاسينت طب إيه الحاجات اللي برضو ممكن تحصل في بلاسينت تاني حاجة اسمها بلاسينت بريفيا إيه البلاسينت البيريفيا اللي هي البلاسينت سابة البيبي تكون موجودة كده ناحية السيرفيكس قبل البيبي كده صحي كده يبقى دي بلاسينت تابليه دي توتاليز لأنها سد السيرفيكس كله طبعا كده ماشي طبعا برضو عارفينها ومزاكرينها من نظري نشوف الأسئلة اللي عليها كده بسرعة أول حاجة بتشتكي من إيه ده طبعا anti-partam hemorrhage ده بيكون إيه بقى أهم حاجة إنه بلس وكوزلس وإيه بلس وكوزلس طبعا كده ماشي هنا بقى يتقعك شوية أسئلة لو هي عند التلاتين التلاتين ويك إزاي تمنج طبعا الكلام عام كده اتقات مثل الهوسبتال طبعا نحن عارفين من نظري على حسب لو هو الطفل بعد سترسد أو كده تعمل termination أو تعمل conservative على حسب صح طبعا لو عند التلاتين ويك ده طبعا قريبا هكوم ماتيور فهتعمل سيزيريان سيكشن وتنهي على طول الحمل ماشي نخش بعد كده على حاجة اسمها الميزد بلاسينت ايه الميزد بلاسينت ليه بقى طبعا احنا عارفين بعد الولادة بيحصل ايه deliver البلاسينت فممكن بقى يحصل retained border of بلاسينت تمام كده ماشي ده ممكن يعمل ايه ممكن يعمل postpartum hemorrhage طب هنا السعر لك في السبع بيقول لك ايه البلاسينت deliver two hours بعد كده فضلت موجودة طبيعي انها قبل نص ساعة نشوف السؤال error ده والله في missed loop او جزء من البلاسينت لسه موجود جوه طب جاية بايه طبعا هتكون جاية ب postpartum hemorrhage ازاي هتعمل manage لretended بلاسينت دي او ممكن يجيس اغعال اسباب مسلا او ازاي هتعمل manage اول حاجة طبعا في ال manage فيه هنا bleeding فلازم تدي طبعا تستبلاز الفيتالز وتدي float بقى الحاجات دي كلها وطبعا اشهر حاجة انه تعمل ايه manual exaggeration تخش تطلع الجزء من البلاسينت ده بايه دك ماشي كده بقى ده manual ايه manual exaggeration او ممكن تعمل uterine curitage تعمل كحت ايه لليوترس في برضو لو في مسلا هو فيه contract ring ولا حاجة تدي هالوسان عشان تفك ال contraction ده وتنزل ايه البلاسينت ماشي كل دي حاجات ممكن نعالج بها ريتيند بلاسينت دي ايه تاني قال لك والله لو بقى البلاسينت لازق خالص حاجة اسمها اكريتا او بركريتا يعني خلاص دخلت في اليوترس خلاص مش هلها تنزل ممكن تعمل في الاخر histerectomy لو انا محتاجه والنزيف ده مش راضي يقف تمام كده ماشي طب ايه بقى اللي ممكن تحصل لو انا جزء من البلاسينت داخل ده ممكن يحصل DIC ماشي ايه حاجات التانية اللي ممكن تعمل postpartum hemorrhage هما كنا ربع حاجات اساسية اللي هو athlyuterine atony postpartum hemorrhage لو حصل laceration او tears brainial tears اثناء عملية الولادة طبعا ده اللي بنعالجه بنحتاج نعمل epiziotum يقبل لو في اي مشكلة عشان ماشي واخر حاجة اللي هي DIC او جلوباثي دي طبعا بعض السؤال اللي حاجات اللي احنا قلناها قدي هو الابراب بلاسينتا دي طبعا البلاسينتا بريفيا دي طبعا التاليز عشان اقصد الانترنال اس كله نخش بعد كده على شوية ابنورمالتز ممكن يحصل في البلاسينتا اللي هي الكنترنية يعني حاجة زايدة فجزء زايد كده متصل بي البلاسينتا خلنا نتفي اتفاق معظم الكمبليكيشنز بتاع اي ابنور اي انومالي في البلاسينتا هتبقى ايه بوست بارتم هيمريج وسيبسيز تمام كده ماشي دولة اشهر تو ممكن يحصلوا بسبب اي انومالي دي برضو صورة اللي قدام دي بلاسينتا ساكسناتوريا عبارة عن اي عبارة عن جزء عفوا من البلاسينتا متصل برضو جزء زايد كده متصل بالبلسينتا الاصلية تمام كده هيبقى دي بلاسينتا ساكسناتوريا تبقى الكمبليكيشنز قلنا الكمبليكيشنز من الاشهر اتنين اللي هو السيبسيز والبست بارتم هيمريج وهنا قال لك ممكن برضو الجزء قال لك دي حاجة اسمها باي بارتيت بلاسينتا يعني عبارة عن جزء وجزء البلاسينتا عبارة عن جزء منتصل بممبرين كده يبقى اسمها باي بارتيت يعني جزء من الاجزاء البلاسينتا ماشي دي طبعا كونجينيتا الانوالي برضو تبقى الكمبليكيشن نفس الكمبليكيشن اللي احنا قلناها عبارة عن postpartum hemorrhage و sepsis طبعا زي نشخصها قلنا بالالترا ساون وبالدوبلر تمام كده يبقى احنا اخدنا الباي بارتيت بلاسينتا غدنا البلاسينتا ساكسناتوريا كده خلصنا البلاسينتا نخش بعد كده على حاجة اسمها البرولابس البرولابس طبعا في جزء طالع من الويترس مثلا فهو اسمه البرولابس ماشي كده بقى ده البرولابس طبعا الشخص ده بيجي يشتكي من ايه قالك والله هو بيحس في heaviness كده او في mass protruding طبعا هشتكي من حاجات اللي هي المشهورة زي ايه لو في بين مثلا في bleeding في مثلا discharges لو في renal incontinence كل دي حاجات ممكن تحصل بسبب البرولابس ده طبعا درس البرولابس كل مهم نظر فممكن يجي اي سؤال في نظر او انواع البرولابس مثلا درجات والحاجات دي كل دي مهم في النظر طب لو جنى مع بعض نقول ايه هي درجات البرولابس قالك والله في السور دي او الحاجات ده يترين برولابس عبارة عن ايه قالك السيرفيكس بيكون عدة الليفل بتاع الاسكال سباين فده فرست دي قالك السيرفيكس خلاص طلع من الفالبة ده السيرفيكس طلع من الفالبة ده السير دي خلاص اليوترس كله طلع بره الفالبة نخش بعد كده على حاجة اسمها درمويت سيست عبارة عن ايه بقى درمويت سيست دي والله ده عبارة عن أوفيريان كانسر أوفيريان كانسر نوعه ايه قالك نوع جرم سيل تيومر ده تيومر في جرم سيل في الايه في الاوفيريان ماشي كده ماشي طبعا اسمه الثاني درمويت سيست او أوفيريان تراتوم السؤال قالك ايه كومن ايج قالك من 20 ل 40 تبدأ هنعرف ازاي قالك والله بيكون في ايه التراتوم دي عبارة عن ايه والله خلايا من اي خلايا ممكن تقابلك لو مثلا في شعر خلايا شعر ممكن تطلع لو في سكن لو في مصل لو في كارتليج كل الحاجات دي ممكن تطلع في التراتوم دي او في الدرمويت سيست طبعا قلنا نوعها ايه دي عبارة عن امبريونيك امبريونيك جيرمي سيلتيومور تمام كده ماشي نشوف مسلا مع بعض السؤال ده عبارة عن ايه قالك وات سيتيومور هتقول لو والله دي ديرمويت سيست او تراتومة ماشي الهيست وصواجيك الورجين انه طبعا دي جاء من جيرمي سيلتيومور دي عبارة ستقول بقى ايه ممكن تحصل في الايه في الاوفيريان كنسر اللي هو ايه التورشن الهيموريج الحاجات دي كله تمام البروبر مانيجمن تشوف بقى من نظري اللي هو مسلا تعمل اللي هو ستيرجي وان طاه بس وكلام ده تمام كده يبقى ده علاج اوفيريان كنسر عادي خالص ودي تراتومة نيكلاس أبيرانس في كذا ايه سيستي كده ماشي كده ده اللي هو ايه نيكلاس أبيرانس شبه اللي هو اللوقة ماشي طب طب الشخص اللي عنده بسي او دي هتجيلك بايه قال لك والله ممكن تجيب امانيورية ممكن تجيب انفرتيلتي ممكن تجيب اوبيزيتي بيرشويتزم كل الحاجات الاعراض الكريتيريا اللي هو نشوف الالتراساوند ونشوف كده الالتراساوند ونشوف الهرمونز والحاجات دي تمام كده ماشي السؤال برضو الاسئلة تانية اللي ممكن تيجي عليها هنا نشوف كده مع بعض دي برضو هنا ايه ده بالالتراساوند ده في النيكلاس أبيرانس برضه بيكون مسلا عشر اكتر من عشرة والحجم من اثنين لعشرة وتلاقي اليوترس كله او الوفري كله حجمه زاد اكتر من عشرة سنتيمتر مقعب بيبقى دي على طول هتشخص بها البي سي او تمام كده السمطومز طبعا قلناها الهيرمون اللي هتترفع الالي اتش والاندرجن والانسولين تمام كده ازاي تقدر تعالج بقى من علاج البي سي او اللي احنا عارفينه وذاكرناها في النظر من اهم الاسئلة برضو اللي بيقار كتير جدا هو الامبرفوريت هايمين او الهيماتوكلوب عبارة عن ايه بقى طبعا ازاي مان شايفين الصورة كده قدامكم الهيمين مقفول وبالتالي هيحصل برايماري أمينورية الدم مش هقدر ينزل في الاول خالص في برايماري أمينورية طبعا الدم ده يفضل موجود جوه البطن فيعمل سيفير أبدومنال بين وممكن تلاقي فيه ماس في البطن نتيجة احتقان الدم ده تمام يبقى ده اسمه ايه امبرفوريت هايمين السيمطوم اللي جاء بيها مثلا بلفيك بين اللي هو أبدومنال بين وفيه ممكن يكون فيه سويلنج وفيه طبعا اهم حاجة اللي هو الكريبتومينورية اللي هو بريمال أمينورية تمام كده ماشي اللي هي فولس أمينورية مش حقيقية دي فولس هو الدم وقاب ينزل بس مش قادر يخرج بسبب ان فيه امبرفوريت هايمين دي برضو صورة تانية هو نفس الفكرة امبرفوريت هايمين ده الدياغنوزيس طبعا هتتعالج ازاي قلنا ممكن تعالج انك تعمل كوروشيات انسيجن تفتح كده وتفضي الدم ده ماشي او اسمه التاني هايمين 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 كتمي ماشي كده ماشي طبعا السيمتمز اللي هو غير الأمينورية انه طبعا لو فيه ممكن يكون فيه بين ممكن يكون فيه ماس وفيه طبعا فيه باجينا البلج تلاقي الفاجينا كده بلو بلو فاجينا وإيه بلجين كده تمام ممكن يكون فيه تسبرونيا طبعا ممكن يضغط على اليورين فيعمل اليورين ريتنش تمام كده ماشي الانفستيجيشن طبعا التراسون تمام طبعا دي الكروموسومة الانالسيس هتبقى طبعية خالص 46 XX طبعية خالص مفلاش اي مشكلة هو بس مجرد ان الهايمن ايه امبرفوريت تمام كده ماشي نشوف برضو اخر صورة معانا لالامبرفوريت هايمن قلنا اللي بيبقى بلو بلو بلجين كده ويبقى فيه بين ويبقى فيه سويلينج ويكون فيه برايماري امينورية نخش بعد كده على حاجة اللي هي الباتولاس انترنال أو السيرفايكال انكمبتنس السيرفايكال بيكون انكمبتنس فده ممكن يعمل ريبيت ابورشان الطفل ممكن ينزل على طول فممكن يعمل ريبيت ابورشان خاصة في السكن سرويمستر ممكن برضو يعمل بري تيرم لابور ما يشتبع الاسئال اللي ممكن ينسئلك فيها ممكن يقول لك الاتيولوجي الاتيولوجي طبعا لو انا عملت رابد ديراتيشن سيرفيكس ويبقى ايه سيرفيكال انكمبتنس سيرفيكال انكمبتنس ده بنعالجه ازاي بنركب حاجة اسمها سيركلاج سيركلاج ده بيخلي السيرفيكس مش انكمبتنس هنخش بعد كده على الماكروسوميا ده طفله قدامنا هو كبير في الحجم طبعا ماشي واضح من شكله يبقى ده اسمه ماكروسوميا هتسألك الريسك فاكتور او ايركوزيس ممكن نجمع الاتيولوجيا او كوزيس ده في كلمة هدوب ايه كلمة هدوب دي بقى اله اللي هو هستوري اوف ماكروسوميا بيبي الدي طبعا اشهر صبب اللي هو ضع بيت اسم ليتس ماشي الو الامة اصلا اوبيز فبالتالي خليف الطفل اوبيز او ماكروسوميا طب ماشي اه قلنا اتش او دي و او البي البي بقى هو بوسترن الوالد اصلا النازل متأخر فبالتالي وزنه اكبر من الطبيعي ايه اخر حاجة اكسيسيف ويت جين يبقى معنى في هدوب هستوري الضيابيتس ميليتاس الو الابيزتي البي البوسترن ماشي كده طب ايه الكمبيليكيشن واللم نفسه بعد الولادة فبالتالي هيبقى فيه بوست بارتام هيموريج ممكن برضو يحصل البلاسينتا الابربشن ماشي كده ماشي طب ايه طبعا سؤال ممكن نشخصه ازاي ممكن نشخصه طبعا بالالترا ساوند طب ايه الفيتال كومبيليكيشن والله هو نازل كبير في الحجم فممكن اصلا ما عرفش ينزل فدراعه يعلق ورسم دي هنسميها ايه هنسميها شولدر ديستوشي ماشي كده ممكن طبعا هو نازل هو كبير في الحجم يتخبط فيحصل فيه اصابات كتير فبالتالي هيبقى يحصل في البون وكده طب ده هنعالجه ازاي او ده قصد نتعامل معه ازاي الاغلب بيكون افتح في التيوب طبعا ده ذاكرناه في النظر كتير نبقى نقرأ بقى الاسئال نظر اللي علي ده طبعا من early bleeding من الاسئال early bleeding من اهم برضو الاسئال اللي عندنا طبعا هو التوين ماشي اول سؤال يسأله هنا في التوين قالك ايه اشهر الاتنين للتوين والله اشهر الاتنين انهما الاتنين ينزلوا سيفالك ده الطبيعي حوالي 30% او الاغلب بينزل ايه سيفالك تمام كده ماشي تبقى سيفاله سيفالك هما الاتنين نزلين سيفالك فهيجب بايس أك شوية اسئلة اول حاجة مسلا يحصل multiple pregnancy اشهر حاجة انهو يحصل induction of evolution ياخد حبوب عشان يعمل evolution اصلا فيقطع فيطلع اكتر اسباب ان يحصل twin طب ايه اشهر حاجة طبعا ممكن يكون hereditary في علات كده كلهم بيخلفوا twins ماشي كده ماشي نهش بعد كده السؤال بعد كده ايه complications of twins بص انت ممكن تقول اي حاجة تمشي معك صح يعني مثلا في maternal ممكن نقول ايه والله ممكن يكون بوليها درامنوس ممكن يكون بسبب تقلي الوزن ماشي ممكن بعد الولادة يكون في مثلا في postpartum hemorrhage قلنا عشان يوترس هيبقى كبير ممكن ايه بقى اسباب اهم حاجة بس تقول في twin طبعا ممكن تقول برضو اصباب في twin زي ايه والله اي حاجة زي intraturine gross tardation زي preterm labor زي intraturine fetal اسباب بس اهم السبب تقول لي اللي هو twin to twin transfusion syndrome عبارة عن ايه بقى to twin transfusion syndrome دي علق والله circulation بتاع الطفلين متصلين ببعض فواحد هياخد الدم بتاع التاني ماشي كده واحد هياخد الدم بتاع التاني واحد هيحصل له hydropsy phyllis والتاني هيحصل inter trang gross tardation لان الدم اللي رايحله قليل ماشي كده يبقى twin to twin transfusion syndrome تعم كده ماشي قال لك ايه انواع twin according to zygosity قال لك والله في اما monozaygotic اما di zygotic ماشي كده المونوزايgotic ده بسبرم واحد و اوفا اوفا واحدة ماشي كده فده منوزايجوتك الضايزيجوتك لا في تو اوفا مع تو two sperm تعم كده ماشي طبعا ايه لهم الاتنين سيفالك هنو 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 ولدهم عادي فجانا العادي خالص تمام طب لهو هم بقى monochronic mono amniotic twin دولة حضر افتح sezerian section ماشي كده المونو amniotic اللي هم هم الاتنين في amniotic في الوود واحد واخدين بلاسنة واحد اسمهم monochronic mono amniotic twin ادي اللي قدامنا دي حاجة اسمها conjoint twin ده طبعا دولة هما الاتنين لازم يكونوا mono zed cutic عشان يبقى في ايه متصلين كده في جزء من الجسم دول اسمهم conjoint twin او التوقع السيامي طبعا ده قدامنا كده twins ده مونو amniotic monochromic هما الاتنين طالعين من بلاسنة واحدة وهم الاتنين في كيس واحد وهكذا بقى 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 الحاجات دي كلها مونو الامniotic بقى في لووود واحد وبلاسنة واحد وهكذا بقى بقى الحاجات دي طبعا دي ايه دي البلاسنة بتاع التوين بلاسنة واحدة وطالع من هدو amperical cord ماشي كده ماشي نشوف بقى السؤال ده بقى what do see in this photo دي طبعا الى الكيس اللي احنا استعينا عليها اللي هي twin to twin transfusion syndrome اللي احنا قلنا من complication بتاع twins ماشي اللي هو circulation بتاعتهم اللي متصلين مع بعض طب ايه السبب قلنا طبعا ان في circulation بتاعتهم متصلة فبالتالي واحد اللي هو ده recipient بياخد الدم بتاع الدونر ويكون هو يحصل لها dropsy v3 وده بيحصل زي من شايفين كده interturing rocheter dation تمام كده طب انشخاصها ازاي والله ممكن انشخاصها بال ultra sound ممكن بال dubler ممكن اننا تابع بقى ctg وكده يعني طب دي حالة monoc kronik ولا dikronik لا طبعا dimon ولازم يكون هما الاثنين في kronik واحد عشان يقدر يحصل ال circulation ده يتصل ببعض ماشي كده يبقى ده كده خلص نتوين هنخش بعد كده على بعض the ctg dation dation syndrome عبارة عن ايه الدون ده والله الكرموسيوم ال 21 حصل فيه تضاعف ثلاثة مدل ما يكون اتنين ماشي طبعا كده ايه ده بيكون غالبا ممكن يحصل مع increase مثلا age تمام الشخص ده بيجي بايه يعني بيكون شكل العامل ازاي زي ما انتو شايفين كده الوش الحاجات معظمة في الوش يعني هتلاقي مثلا حاجات عنده almond shaped eye ماشي كده والفيس بتاعه بيكون round تب ايه تاني ال chin بيكون small يبقى almond eye round face small chin هتلاقي برضو عنده low lying ear ال ear بتاعته low تب كده ماشي كل دي حاجات ممكن يجي بقى الشخص اللي هو عنده طبعا ممكن يجي عنده congenital heart disease تب كده ماشي تب ايه تستاذ بقى ممكن برضو اخد عينة من amblycal cord يبقى كده اخد عينات عينة من amniotic fluid amniocentesis a chronic villus sampling perctoneus amblycal cord blood sampling ماشي كده بقى كلها عينات عشان اشخص down syndrome من الانومالز اللي موجودة او syndromز اللي موجودة معانا turner syndrome طبعا قتلنا في الامتحان ماشي الفيتشار ممكن جاي بها الشخص ده والله طبعا اهم حاجات short stretcher طبعا يكون عنده amniotic and amniotic والحاجات اللي احنا احنا ذاكرناها من النظر دي تمام كده وطبعا عارفين علاقة كل حاجة السؤال مختلف والله ده ممكن يحصل بسبب زيادة maternal age قلنا لا زيادة maternal age ممكن مالهاش علاقة with maternal syndrome اسئلة عامة كلها من نظري خالص ايد الانواع بتاعته complete breach frank breach footlink طبعا دي كلها اسئلة نظري ممكن نشوفها من النظري عادي خالص تمام كده ماشي طبعا 6G خلاص شرحنا خش بعد كده على حاجة اسمها minus synthesis اللي احنا قلنا ممكن نشخص به حالة ده صح ان انا انا لو في amniotic ممكن اخذ عينا من amniotic fluid عشان افحصها لو في بلوروبين عالي ماشي ممكن برضو افحص في amniotic fluid او اشوف lung maturity الانديكيشنز بتاعته اربع حاجات والله لو في كروميزوم abnormality لو في infection اللي كوري amniotic لو في بلوروبين عالي اقدر برضو ابحص amniotic amniotic ماشي ممكن اتشيك lung maturity طب ايه الحاجات التانية الانتي natal diagnosis اللي احنا لسه لهم برضو فوق في الداوين اللي هو اخذ عيانة من ambilical cord اللي ambilical cord sampling او ممكن اخذ عيانة من chronic villi اللي سامب لها CVS او chronic villi sampling اللي قدامنا دي حالة cystocyl ماشي هنا مشاور على واحد دي اللي هي cystocyl تمام طبعا نخش بعد كده مثلا اثنين دي rectum لانه وراه فده الرectum ده طبعا اليوترس وي دي طبعا الرين رينا ري بلادر ماشي كده ماشي طبعا دي حالة cystocyl طبعا الاسئلة كلها من نظري من برضو الاسئلة المهمة جدا بتيجي الشخص بتيجي الاسئلة تشتيك من ايه اللي عندها تراكم الاسف الاسف طبعا دي عندها فالبو فجاناتس فالله بي بي دي اللي هو بين ماشي اللي هو بريتس ناي اللي هو في discharge اللي هو في disperonia ماشي طبعا ايه بقى الاسف بيكون ايه لك والله ممكن يكون يلو أو غيرين بيبقى مال odorless تمام كده يبقى دي السيمبنوز اللي ممكن تجي بيه هتعليجها ازاي طبعا مترونيدازول هو دا العلاج طب ممكن دا محتاج تعليج البرتنر برضو طبعا لان دا عبارة عن sexual transmitted disease اللي هو tricomonas فجاناليس ماشي نخش بعد كده اللي قدام دا اللي هو الاندومتريوز عبارة عن abnormal leuturine tissue في ايه اماكن مختلفة طب ايه اشهر مكان طبعا اشهر مكان الوفيريز طب ايه اماكن تانية قالك ممكن البروتونيام ممكن الوفيريان لجامنت او leuturine لجامنت ممكن البيلفيك وال ممكن السيرفيكس دي كلها اماكن ممكن يحصل في الاندومتريوز وطبعا كلها ايه بعد كده اسئلة من النظر اللي احنا مذكرين عن endometriosis نخش بعد كده على الصورة دي هيسألك هنا عن حاجتين قالك ايه ال lie و ايه البرزنتيشن ال lie ده يعني الوضع بتاعه الوضع بتاعه هنا بالعرض يبقى transverse lie يعني ايه اول جزء بينزل او بينزل بالبيبي ده والله ازي ما احنا شايفين كده ونزل بالاي بالشولدر يبقى هنا shoulder presentation طب السؤال هنا بقى بيقولك ازاي ممكن شخص الشكل ده والله احنا بجينا نعمل فاندل جريب كده هنلاقي اقل من ال من ال صحيح يبقى low to low weight low date صحيح كده ماشي طب ايه ثاني قالك والله لو جيت امسك يحس الباك بتاعه بس بيعدي بالعرض وممكن اشخاصه طبعا بالايه بالالترا sound اللي ممكن تحصل قالك اشهر حاجة ممكن تحصل هو cord prolapse ان يروح جاي سابق البيبي ماشي كده ماشي طب ايه تاني قالك ممكن يحصل حاجة شولدر دستوشيا طبعا الدراع النازل بيه ممكن الدراع التاني يتزنق مارداش ينزل واي بقى ايه complication للمال presentation اللي هو prolong labor و structure للحاجات دي كله او ممكن يحصل انجل للبيبي وهكذا طب ازاي بقى نقدر نعمل management ده طبعا ده طبعا قالبا اسناء الولادة هنعمل له ceserian section طبعا تمام قبل الولادة قالك والله ممكن نعمل حاجة اسمها external cephalic version نبدأ نرف الطفل ده بحيث نخلي cephalic تحت ونحاول نعمله delivery بالcephalic ماشي كده ماشي هنكتفي بالقادة ده ان شاء الله في الفيديو دوت ولو فيه النصيب ان شاء الله ممكن نكمل باقي سبحانك الله وحمدك اشهد والله اله الا انت استغفرك وعتوب وإليك